اشتركوا في القناة 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 اكثر من كرة لاعب واحد ما تمشي كرة حتى كرتين تصوب وكون الحارس او كرة هنا ماركو يلعب هل الزاير الزاير يحاول يلعب على الجناح وايضا يلعبها ولكن ايضا هناك خطأ لصالح حسن الجنبي على مستوى الدائرة حسن الجنبي وهنا الحكم روميو يرفع يده هذا ماركو الصرب الاخر ولكن هذه المرة يلعب لمضار اذا ماركو للخليج وماركو لمضار واثنين للماركة الصربية وهنا التزديد وايضا المتابعة ممتازة كابتن عبدالعظيم من حسن الجنبي متابعة ممتازة وهذا مخطوب للاعب الدائرة هذه الكورة الثانية الى مضار بعد التزديد سودان حارس ترجع الى الداعب الدائرة بسجد منها كورا المتابعة جيدة من لاعبين مضار للمشاهدة عقيل السهاتين صارع اللعب العبال الشيخور لادوارد على مستوى الدائرة ماري ولكن ايضا هناك مخطوف احمد العلي هجوم وجههم خطف احمد العلي احمد العلي لمسو مضار واحد الخليج في مباراة يجب على مدرب الخليج ان ياخد وقت مستقطع ليعود لترتيب الاوراق ده ما اراد على ان ياخد انا ما اتخد هو فعلا اخد اخد وقت مستقطع ما هي التعليمات الان ماذا يريد عبدالجلال بعناني عبدالجليل بعناني ان يوجه ما هي التعليمات اعتقد ان عشر دقائق كفيلا مدرب وضح اللعب اللعب الفرج على لعبين الخليج المدرب اخد دائما اتبادل اخطاء الباردية اللي خاموا فيها اخطاء بالنية اه خمسة اخطاء بالنية على فريق الخليج كلفتهم اه بس طبريق ايضا اه تخلف باربعة اهدار اعتقد انا وقت وقت مستقطع في محل وعتقد انا الخليج اه بعد هذا التعليمات تكون اه وضع افضل اذا طبعا اشادات كبيرة اشادات كبيرة لهذه البطولة اتت اتت طبعا اه هناك يعني طبعا الاشادات كبيرة كانت نائب رئيس اتحاد الدولي لفرتيلياد البطولة الحالية من اقوى البطولات يعني بدر ذياب نائب رئيس اتحاد الدولي في فرتيلياد عن قارة اسيا يقول انه عن رأي الذي يقول بان البطولة اسيا الرابع عشر للاندي ابطال الدورية التي نضمان هذه الخليج هي واحدة من اقوى البطولات ان لم تكن هي اقوى بطولة لحد الان هذا العقيل السياهاتي ولكن ايضا هناك يعني ايضا دفاع عليه وخطأ لصالح عقيل السياهاتي ما زال الخليج يعني والحلول الفردية غير مجدية يعني لفريق الخليج على الخليج اذا ما اراد ان يكون اللعب الجماعي ولكن الدفاع ايضا للمتماسك والتألق لهذا الحارس عبد محمد عبد الرب الحسين الحارس المتألق القادم من الديه من مملكة المحرين هذا هو الحارس لديه امكانية عالية وحضور ممتاز اعتقد انه سيف جيد في عشر دقائق شايل خمس كور كسيف جيد وبالتالي يعني هذه يعني مستوى الحارس يبين على انه مستوى ممتاز عندما يشيل هذه الهاي من الفرص ماجد ماجد ولا علي هذه المرة ايضا ماركو يلعبنا علي السياهاتي علي السياهاتي محاولة ولكن ايضا هناك دفاع وهناك ارتداد جميل من مدافعي فريق مضر ارتداد سريع وبالتالي يعني ايضا هذا يحسب لدفاع مضر هنا المحاولة من الشايب محمد لكن ايضا التصدي كان دائما من هذا المتألق محمد عبدالربي الحسين حسن الجنبي وخطى استعجال يعني محمد قادر انه يقضي على هجمات الخليج ولكن ايضا على مستوى الهجوم كابتن عبدالعظيم من هجوم مضر في استعجاله بالتالي اهدار الفرص قد يعني يندم عليها في القادم من الوقت اعتقل من الفريقين اه داخلين في اه بعدم تركيز وايضا لكثرة الاخطاء الفنية اللي حصلت بالفريقين ايضا فريق مضر عنده اه اربع اخطاء فنية كانت كفيلة انها تواسع تبسع الفرق بوجود حارس متصدي لكثير من الكوار قادر قادر السكر شركته خدف واحد سجل فيه فقط من ضربة وايضا دفاع اه فريق مضر قايم من دور كبير يجعل لاعبين الخليج في اوضاع صعب للتصوير. اذا سيجعل محمد عبدالرب الحسين لاعبين الخليج تحضل غض نفسي بمسل يعني راح يكون تردد كابتن عبدالعظيم في التسديد على هذا الحارس. اعتقد ان لاعبين الخليج بيضطروا ان ينعوا بشكل جماعي حتى ينسوا ان مكان غير مفقين. هذا عبدالجليل يبحث عن الحلول. اذا ما زالت النتيجة خمسة اه خمسة لمضر واحد للخليج في اه نصف النهائي نصف نهائي اسيوي ولكن بالطعم سعودي خالص. الخليج ومضر. هذا سفيان مدرب مضر. وهنا طبعا حكم اللقاء يا امر يعني موظفي الصالة لنزول لارضية الملعب لمسح ارضية الملعب من البلد. حفاظوا على سلامة اللاعبين. ماركو كفا كابيك الغرف الصربية القادم من بلد الوليد. اذا يستنف اللعب محمد الشاير لآ ادواردو ماجد يخطف الكورة ماجد يلحقها يلحقها ماجد ويعني ايضا حتى وهنا ما سيطر على اله لكن حول فيها ونجاح. اذا المحاولة حتى في اللحظات الاخيرة. شوف هدي اللعادة. اذا روح على هذا اللاعب. هنا روبيو روغو ماركو ينجح. اول هدف اول هدف لفريق الخليج من عمل من عمل جماعي كابتن كانت تحضير واضح. الدقيقة الاخنعش. اذا هناك خلق للمسافات ونجاح الخليج في خلق. فتحة سغرة ومن ثم المرور لماركو. ماركو ايضا الصربي احسن المحسن للزاير لأحمد العلي لماركو. ماركو حاول ايضا ولكن هناك ادفاع من الصربي الاخر. ماركو كفا كباك. وهذا ماركو في قوبيتش. هنا مهدي سالم يحاول لكن هناك خطأ ايضا وهناك الحكم ما يرفع يديه الحكم روميو استيفان روميو. التزديد. ونجاح لحسن المحسن الهدف الزابع ايضا ما زال المضر قادر على ان يحفظ على انتساع الفارق كابتن معبد العظيم. اعتقد بتوفيه احسن المحسن التوفق بالتصويب من برة اعتقد بعاني الخليج بدفاعه لان احسن المحسن تصويبتين وهدفين وايضا واحدة صد الحارق. هذه صدى تميزة. عبد الله. احمد العلي ينقذ الموقف يتصدى بشكل ممتاز اذا يعني اه اه لم يستطع احمد العلي يوسع الفارق وهنا تزديد وهنا دخول خاطئ على مهدي سالم تحجيز خاطئ وبالتالي كرة لرسالح سبع سنين معناه معناته انه هناك دفاعات خوية كابتن في دقيقة اربعة عشر. الحراسة 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 بالطريقين اه قائمة دور كبير ايضا دفاع اه مدر كان موفق في دفاعه. اه فريق الخليج مسكر منطقة الستة كويس. اه بس ينقص. اه تصويب من برة تسعة الرومي يخطف لا يخطف لكريب على علي السيهاتي. علي ينجح ايضا في احراز الهدف الثالث. اذا علي السيهاتي ينجح في احراز الهدف الثالث والدقيقة خمس عشر اذا نصف الشوت الاول انتهى كابتن. بقى النصف الاخر. والنتيجة ثلاثة للخليج. سبعة لمضر. الخليج التي اتى لي هذا اللقاء بعد خمس انتصارات. بينما يعني في اللقاء الاول على النفط العراقي بخمسة وعشرين. خمسة وثلاثين. على الشباب الكويتي فاز بثمانة وثلاث عشرين. ثلاثة وعشرين. على الصدق اللبناني فاز دسعة وعشرين خمسة وعشرين. وهنا خطأ. وصافرت. اشترك. بوكدان. الحكم الروماني. هذا الرؤون. ماركو. حسن الجنبي. يلعبها لحسن الخضراوي. ماركو. ماركو يسجل حضور ممتاز كابتن من خلال. التسديل من خلال صناعة في اللعب ايضا. اعتقد في مشكلة في. اه. من اجل اخذ زاوية واعطاء الحارس زاوية الاخرى. اه. انشون لاحظ كورتين. في احسن المحسن ايضا للمخترف المضاف. اه. المخترف المضاف. بتأكيد. اه. الهدف من بره. اه. ممتاز كسعة. هذا استفان رومي وراح تشوف الاعادة. هنا الاعادة وايضا دفاع من داخل الستة وقرار سليم. سبعة امتار. ادواردو. قرباندو. قرباندو ينجح. اذا ثمانية اربعة. ثمانية لمضار. اربعة للخليج والدقيقة. سدخلين على الدقيقة سبعة طعش من الشوت الاول. بالنصف النهائي. نهائي هند اسيا. ولكن الطعم واللون والرائحة هي سعودية. ديربي سعودي. بنكهة اسيوية. الخضراوي حسن ومولد الارتقاء والتسديد. ولكن هناك عاقة من حسن من علي السيهاتي. ماركو. يتصاعد مستوى هذا اللعب من مباراة لاخرى. يلعب على مستوى الدارة لكن ايضا غير مخروع من حسن الجنبي. اذا كرة للصالح. الخليج ادواردو يلعبها لماركو. يلعبها بشكل حلو. تحضير ممتاز. عمل جماعي جميل. وهدف يعني بهدف جميل وهدف. شوف الاعادة كمتن عبدالعظيم. وضح على اللاعب محترف انه بدأ يركز ويمشي كور الى اللاعبين الاخرى حتى يقدروا مستجدين. اعتقد ان الخليج اه خمسة مئة من الدمار. كمتن عبدالعظيم بدأنا نشاهد ان هناك خمسة واحدة لان الدفاع. انا احسين. احسين المحسنة تألق ايضا من خلال هذا الارتقاء. والتسديد. ويعني انا اعتقد كمتن عبدالعظيم يجبا نكون فيه تفاهم بين الحارس وحاية الصد للعدم الخطورة هذا اللاعب. طبعا الدفاع المسلوض يكون الزاوية البعيدة له والحارس يكون القريبة. اعتقد ان فيه خلال التفاهم بين الدفاع والحراسة في اكثر من كورة. ثلاثة هدام بنفس الطريقة وبنفس الزاوية. ادوارد يلعبها لكن ايضا حسن الجنبي يختفى. حسن يقود هجمه. يسدد ينجع. اذا بالعزيمة هذا العمدة. عمدة القديح. وهذا عبدالله العلي. ينزم حتى. هذا عمدة القديح. حسن الجنبي اصراره عزيمة. على السهة لروميو. لروميو. لماريو. لكن ايضا العباس. واحد ايضا من الولوح. قديح. هنا المحاولة من ادوار. جزائري. حمال ابن رب الحسين. والتوجيهات ايضا لتغطية الدفاع. هنا اه طبعا بهدي السالم يطلب اه ثلاثة امتار المسموحة بها. ادواردوا على المستوى. يخلص يتخلص من المدافعين لكن ايضا يتصدى. وهناك اه لمسة رجل على محمد الشايب. اه. ا length. محافظةจะ اتصال اتصال الفارق. واって�� ام تقربة بشكل واحد. اذا ما زال مطار محافظة. أتصال الفارق ان بحزن. وقادر يمشي للمزيد مشيه ملف ان من اراثating. يتصال تعالى عن чانو من رجل الوقت ان تقرب مستsed ق сильق من خمسين بالمئة من هجماتها اخطاف النية شي طبيعي ان يكون مضر بتقدم بفرق خمسة اهداف تسجل فريق مضر ثلاثة بسط بريك وغير الكور الا اخطاف فيها اخطاف النية بتمريرات خاطئة نتيجة عادلة نوعا ما واعتقدنا القليل جازي من يلقب العشر تباقي الاخيرة شكرا عزاؤنا الوحيد ان يعني الطرف في النهاية راح يكون سعودي هنا ادواردو ولكن محمد عبدالله الحسين المتعلق هذا اللاعب الذي يساهم بشكل كبير يحافظ على الفارق يصنع ايضا ثقة لمدافعي ومهاجمي فريق يعني مضر في هذا اللقاء اذا ما لديك حارس بهذه الامكانيات بالتأكيد تهاجم وتدافع بتويلان كمتن عبدالعظيم اعتقد الخليج مو قادر يشوفها من اخطاء الفنية او من حراسة متميزة هذا اليوم تسع تسع حالات تصدي اعتقد ان الحارس اللي دور ايضا اه في اه تقدم اه مضر في هذه الدقاءة هناك بطاقة صفراء لمن لسوفيان على مستخد لا لربما سامي الفضل راح نشوف مدرب الخليج هذا عبدالجليل بوعناني هو من تلقى البطاقة الصفراء ماركو لادواردو لي محمد الشايب على مستوى الجراح هنا الاطراف لم نراها كابتن عبدالعظيم لم نرا الاطراف دائما اللي يعني الخط الخلفي هو من يسلم جمام المبادرة والتسجد على المربا هذا غابة اطراف الفريق ما هو اي بذل اللعب على مستوى الدائرة اذا كان اللعب الفردي فهناك صعوبة من الكرة توصل الى الاطراف لان الكرة تتخلص من منطقة النصر وهذا يجعل الوندات ما توصلهم كورا في حالة انفراض للتسجد اذا دائما وراء وراء التصدي هذا المبدع محمد عبدالربي الحصين حارس الديه القادم من مملكة البحرين واحد لربما يعني اذا مس اثنينة يوسف الفضلي والكابتن يعني الكابتن ايضا مناف سعيد يأتي هذا الان كحامل لراية يعني افضل الحراس على مستوى الخليج اعتقد ان هذا الحارس توا بادي توا شباب يعني فيكون المستقبل بيكون قدام كبير لو رجعنا لمناف او الفضلي فهم كان لهم باع طويل سنوات طويلة هذا بداية يمسك السلم والصعود لله فعلا اذا هو يعني انا اقول لكابتن عبدالعظم انه هو من السنية استلم راية افضل حارس في الخليج يعني مستقبلا مستقبل كبير هو ابن الواحد وعشرين عام هذا لسه واحد وعشرين ربيع اذا مستقبل كبير ينتظر هذا اللاعب وايضا استحقاقات كبيرة على مستوى الدائرة ماركو لعبها بشكل علو لكن ايضا ليش كبتن يعني اللاعب يعني صغير يجب ان يبرز لفسه كبير وبالتالي عليه يسدد بشكل يعني مثالي لان يعني في مثل هذه اللقاءات اعتقد انه يعرف الحارس اللي قدامه وشاف انه اللعب اللط اسهل وسهل للتسجيل وكانت تصريبة جيدة لكن ضربت في العارضة وما كان موفق فيها اذا فكرتها ممتازة ولكن يعني لم يكن يحالف والحط في التسجيل الهدف الحادي عشر اذا عشرة مضر خمسة لخمسة للخليج المستضيف وبطل الدوري في نصف النهائي الاسيوي والطعم السعودي هنا ماركو ماركو ينجح ماركو ينجح في حراز اذا اللاعب رقم 11 سجل الهدف 11 11 على 11 ماركو وهناك وقت مستقطع يطلب عبدالجليل عبدالجليل ابو عناني ماذا يريد عبدالجليل ابو عناني كمتر عبدالعظيم اعتقد انه الطريقة الدفاع اللي لعبها الخليج تعتبر غير ناجحة لانه كان يعتمد على التصويب منطقة منطقة الخارج حتى يستطيع ياخذ كور لكن لاحظ هنا انه الطريق مضر سجلت خمس تصويبات سجلت منها اربعة وواحدة صدت ورجعت ايضا هذا فاعتقدنا الاتباع ما هو نادح للتصدي بالطريقة هذه الى الحد من خطورة الخط الخلبي لفريح نظر لما انه مسجل نسبة عالية بالتصويب من الخارج خمسة مسجل منهم اربعة وايضا الكرة اذا اذا ما رجعنا بالذاكرة للبطولة للسجل الدهابي لهذه البطولة رح نشوف الانديا الكويتية حازت ستة والالقاب كانت اول الالقاب كانت كاظمة وايضا في البطولة الثانية التي قمت في ايران في الاصفهان المدينة الايرانية ايضا كاظمة والثالثة والرابعة والكاظمة الخامسة والسادسة السد القطري اما السابعة فالفححيل لفححيل الكويتي وايضا الثامنة يعود السد الخطري ليحرز الهداء اللقاب الخامس على المستوى النادي على المستوى خمسة القابل هذا النادي اذا نعود للمباراة مرة ثانية ونتيجة احد عش خمسة وفارق ستة اهداف والهجمة هي للخليج ودفاع ستة سفر كابتن عبدالعظيم هل هو الدفاع المثالي في هذه اللحظات اعتقد فريق مضر انوّع في طرق فريق الاندفاع وهذا اللي يسوي ارباك لوجود كابتن عبدالعظيم ما زال الحمل الفردي طاغي على اداء الخليج اعتقد بظل تأخر الفريق اه دايما يشوف اللاعبين ان الحلول الفردية هي الاسهل للوصول الى المرموعة ايضا ان الصحيح كانت شغل فردي لكن كان في تحركات بدون شراء جعلت المكانات تكون واسع لعلي ويخشت في الدرسات الهدف بحريقة ممتازة هناك سوفيان هو الان من يطلب الوقت هو متقدم ودقيقة بعد 4-5 دقائق سوفيان اخذ وقت مستخطع مدى يريد وهو المتقدم وايضا النفسية اللاعبين اداء اللاعبين يعني كل الامور ممتازة لمضار لماذا طلب هذا الوقت التايم ليستفيد؟ ليريح؟ اعتقد انه اخر التايم اوت من اجل محافظة على الفارق وينهاء الشوت بهذا الفارق حتى يكون الشوت الثاني يخش الفريق وهو مرتاح وعنده فارق كبير الخليج اخذ تايم اوت ويجعل المباراة يحاول انه يمتص هذا الاندفاع من هذا الخليج حتى يقدر يسيطر على المباراة ويجعل الشوت الاول وتقدم الفارق الجيد ايضا ستة احد عشر ستة احد عشر ستة الخليج احد عشر مضر والدقيقة خمسة وعشرين في واحد من امتاع اللقاءات وطبعا منذ اليوم منذ امس والمنتديات وحوار المنتديات وايضا هنا على مستوى الجماهير حضور جماهير لافت كما طبعا راهنا الكثير على هذه الجماهير ستكون فعلا هي حلاوة هي حلاوة ومتعة دائما الجماهير هي حلاوة ومتعة الرياضة عندما تحضر الجماهير تحضر المتعة تحضر الاثارة ايضا حضور لافت في هذا المساء والتركي الاستاذ كرت تركي الخلاوي يعني نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد قال اراهن على يعني جماهير مضر والخليج يعني يشاهدون اعضاء الاتحاد السعودي يعني حضور لافت لم يعهدوا على مثله في كل المناسبات طبعا عندنا هذه الخليجة الخط الخلفي عنده هو الاقوة والاميس من مبارات السابقة اليوم غير موجود تماما في هذا الشور هدف واحد فقط من الخط الخلفي او ثلاثة من ضربات جزاء وواحد مستمرك لحد الأول وهذا البول الثاني من الفستو بريك من شوره مستمرك يعني الجميل ايضا في الفستو بريك العبدالعظيم ان العمل كانت جغاعي لم يكن هناك يعني شوف هذا عباز لعبها لمهدي عندما شاف انه مهدي هو افضل منه هو الزاوية والخيارات لمهدي كانت افضل اذا مطلوب هذه يعني احيانا النكران الذات للعب ماركو العمل احسين المحسن له محمد العباس لماركو لأحمد العالي تقاطعات الجنبي احمد العباس للجنبي على مستوى الدائرة وهناك سبعة امتار سبعة امتار للجنبي ينجح ايضا لاعب صعب لديه امكانيات عالية على مستوى الدائرة وهناك ايقاف لمدة دقيقتين اذا النجاح لسبعة امتار وايضا ينجح حسن في اخراج يعني عمل النقص بسبب ايقاف اللاعب عباس هذا الواضح امامنا عباس السيهاتي وشقيق علي السيهاتي وايضا عقيل السيهاتي احمد العالي واي العالي عبدالله لكن العربة هذه المرة تقف اخوه طبعا احمد اخوه الحارس طبعا الاثنين اشقى احمد العالي وعبدالله العالي لكن عبدالله يلعب عبدالله يلعب للخليج واي احمد يلعب لمضر الشايب محمد الشايب لكن خطأ كبير واستغلال من محمد العباس وهناك ايضا على محمد العباس كان يفترض من محمد يلعبها يباصيها لزميله علي السيهاتي يلعبها لماركو لمهدي السالم مهدي لعالي السيهاتي علي حاول حال فرد ينجح الحلولة فردية للخليج هي الطاغية وثماني احد عشر وتقليص للفارق في وقت مناسب تماما اذا ما يعني نظرنا الى الساعة وتقليص للفارق ثماني احد عشر خطاها الخليج ما استفعل منها ما استفعل قريب النظر ايضا خطاها خطاها وما استغل ضربة الجزء عبد العظيم يعني يا راتي عود هالمخرج شوفوا الموقي احد وين اللي دافع لي اعتقد الاندفاع اه من سبتة صدر الى خمسة واحد قدم تحرك ورا المدافع المتقدم ومستطاع ان احصل القرار اذا تحركات ممتازة لهذا اللاعب على مستوى الدائرة هنا على السياحات يلعبها لمين؟ للشايب محمد لكن ايضا خطأ وهناك استبعاد لمحمد العباس ايقاف لمدة دقيقتين لهذا اللاعب راح يشوفه بالعادة بالبطيء هذا الشايب حاول وهناك تحرك من خلفه وايقاف لمدة دقيقتين لمحمد العباس لماركو لمهدي وماركو طي العبال عباس ايضا عباس بنفس طريقة حسن الجنبي خطأ على مستوى الدائرة ولا يعني لا يوجد مدافع كان فريق الخليج ناقص واستغل حسن جنبي ناقص واخد فراغ وسجل احين ناد الخليج كان زايد وفريق مدر نادف وايضا استغلوا الزيادة على مدحب ستة وقدر يسجل هدف ستة ايضا النتيجة واضحة تسعة ترعيش والدقيقة بقي دقيقة ونص انا احمد العلي وهناك واقع لاعب واقع على ارضية الملعب اللاعب الصربي ماركو بيك ماركو بيكو بيتش اللاعب الصربي غير طريقة الدفاع مدرون من هذا الفريج غير طريقة الدفاع لعب من ثمان على لبلميكر من اجل فريق مضر يلعب لاعب ناقص يحاول يحكم فطورة اللاعب الصربي ايضا يجعل الفريق يلعب شكل فرز اذا هو عزل ماركو عن الملعب يعني اخطع الامتاز عن اخطر اللاعب واحد من اهم مفاتيح اللاعب كابتون عبد العظيم يريد ان يعزل مفاتيح اللاعب طبعا عندما وضع مدرب مدرب الخليج عندما وضع ممان على ماركو ارادا يصعب الامور ويمنع طبعا الحلول اللي مضر من خلال هذا اللاعب وهنا ما اجد بالروح يحاول التحضير له وعمل فنت ولكن ايضا كان اضطراءة ممتازة لمدابع فريق الخليج ادواردو حسن الجنبي حسن المحسن يلعبها لحسن وحسن ينجح ايضا تحضير ممتاز من حسن المحسن وايضا المتابعة حسن الجنبي ونجاح لحسن الجنبي تسعة العاش من التسديم من محمد عبد العبد الحسن حارس مضر يتألق هذا شوف لعبها وايضا المتابعة ممتازة من حسن الجنبي على مستوى الدائرة اعتقل حسن حسن المحسن كان موافق جدا سحب المدافعين واستطاعي يعطي الكورة حسن الجنبي على الستة ويسجل هدف مهم جدا لفريق مضر في وقت الحرج اصنعاش مضر تسعة للخليط لم يبقى الا الخليل تلات تعش احمد العلي هذا الوضح امامكم يتألق هنا ادواردو يلعبها على مستوى الجنة أحلاك أحمد العلي حول فيه هذه المرة حسن الجنبي وفي هذه اللحظات يعلن حكام اللقاء نهاية الشرق